السلام عليكم جميعا كيفكم شو أخباركم ما بدأ خوفكم ولا أطول عليكم ولكن الحذر واجب ونحن كمان متعلمين عن تجارب سيئة زمان بالحروب وكذا الوضع بالسويد لا يطمن ممكن يصير شيء سمح الله بأي لحظة وممكن ما يصير شيء ولكن الواحد يجب أن يكون يأخذ احتياطاته مثل ما سمعته اليوم الصبح أنا قلت بالمقطع أنه السويد سمحت لناس تطلع تقاثل بأوكرانيا وسمحونه مشكل علني ورح يطلع ناس بعد أكتر من هيك وفرنسا بعطت مقاتلين وفي دول تاني في الوضع ما بيطمن وواضح في مخطط ورا أحكي عنه ولد المقطع الجاي آآ وهاي الدول ما بتخبر للأسف عنده انتكتهم ما بيخبروا المعلومات بشكل صحيح أو بشكل واضح حشان ما يخوفوا شعوبهم ولكن بلحظة فجأة بتلاقي خبر طلع علاك أنه صار في حرب ولا صار في مشاكل ولا صار في انقطاع مثلا بمادة معينة أو ببضاعة معينة إن كان شفتم بفترة الكورونا فجأة بطلت العالم تلاقي لا كحول ولا كمامات ولا شي فبلحظة انقطاع البضاعة هون آآ شغلتين مهمين فكرو فيهن أول شي البنزين دايما نعبي سيارتك ومش بس تعبوا السيارة كل ما تنزل شحطين رجعوا عروحوا عبوها ضل لك عم تعمل هيك ما تتركها لا تفضى وبعدين فجأة تروح اتعبي معاش تلاقي صدقوني والله بليلة ما فيها ضواء تقوم الصباح معاشي بنزين بالبلد ونحن موجودين براس القارة يعني وقت الجدزة سار في أزمة بنروح بنفوت من الحياة نحنا بالسواد يعني وبالنار وجوب في هاي الدول يعني فبنزين طول الوات كل يومين تنزل شحطين روح عبوها ضغره آآ والمصاري خلوا معكم مصاري كاش لو عشر تلاف لو خمسة عشر ألف خلوهم معكم ما بتعرف ما يصير بكرة سار في شي تضطروا تنتقلوا من مكان لمكان مكن تروحوا عند حدا بدك بنزين وبدك مصاري وما حخوفكم ولكن أنا شوفت شي اليوم سار معي بالمدينة هلأ بجيت من شغلي هو صطفي هو مش صطفي ما بعرف ولكن قسما بالله روحت أسحب مصاري لقيت كل مكانات المدينة المدينة عندي هون عطلين في منهم عطلين وفي منهم كتبين انه شي مؤقت عطل مؤقت في منهم كتبين انه هلأ ما فيك تستعمل المكينة فهي صطفي هي شي مقصود ما بعرف ولكن أكيدة هذه الناس فهماني انه الناس هتكون خايفة ورحوا اصحب فلوس ووقفوا المكينات عشان كون صريح لقيت بس مكانة واحدة ورحت دورت لقيت مكانة واحدة بس شغالة استحبت منها مبلغة لا يمكنكم إصحبوا أكثر من 10 ألف و 15 ألف بالأسبوع فإصحبوا 10 أو 15 ألف وخلوهم معكم إذا لم يكن هناك شيء غريم أو إصحبوا لكم مبدأ إضافي كله سيبين من هنا لوقتها ولكن انا بقولكم هذول الأسبوعين اللي جايين نحن بوضع إن شاء الله ما أدخوا لكم ولكن الوضع ليس كتير سليم يعني بهذول الأسبوعين اللي جايين انا بقولكم يا حتكون حرب عالمية ثالثة يا حتكون آآ يعني فيه كتير سيناريوات رح نحكي عنه إن شاء الله بالمقطع الجاي ولكن فيه احتمال كبير يكون فيه مشاكل كبيرة أو انقطاع بمواد معينة الله أعلم إن شاء الله ما بصير شيء ولكن حزر واجب بنزين والمصاري وطبعا الأكل وهي الأمور هاي أمور بدهية ولكن احنا هم بالسويد وقت جد واحد بيأكل من الشجر بيشرب ماي فيه مليان بحيرات بس البنزين والمصاري هذول انتم نحتاجهم اللي تتنقل لتعمل شيء وإذا فيه شيء مهم أنا مش خاطر ببالي طبعا يمكن الأدوية الأدوية إذا فيه حد عنده دواء مهم يروح يجيبه لأنه بلحظة بتنقطع الأدوية وإذا فيه شيء مهم أنا مش خاطر ببالي نحنا كعرب وكموه هجيرين نساعد بعض وندل بعض عالخير لأنه يمكن ما أحد بيس أل فينا بعض الجد لو سمحتوا إذا فيه شيء مهم أنا مش خاطر ببالي اكتبوه تحت بالتعليقات وعشان كل الناس من استفيد ندروا عكم حالكم وشوفكم إن شاء المقطع الجاي السلام عليكم